السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معايا شرح لكم طريقة استخدام وتفعيل ميزة 3D Touch طبعا هذه الميزة نازلة فقط في جهاز الايفون 6S وال6S Plus يعني الايفونات الجديدة اول شي طريقة تفعيلة بتدخل اعدادات بعدين بتدخل على عام بعدها X-Polity لو جهازك بالعربي اللي هي امكانية الوصول بعدها بتنزل على 3D Touch بتسوي لها ON طبعا على راحتك هذه هي تفعيل الميزة اللي هي ضغطة طولة طيب ايش تقدر تستفيد من الميزة الميزة في بعض التطبيقات تدعمها وبعضها لا يعني مثلا تطبيقات الهاتف نفسه عندك مثلا الرسائل بتساهل لك سواء رسالة جديدة او من اول اخر ثلاث رسائل واصلتك بتفتحها مباشرة بالنسبة للصور نفس الشيء اخر صورة بالصور المفضلة تبحث عن الصور برضو عندك في المكالمات في الواتس اب بدأت التطبيقات كلها تتخذ هذه الميزة لها طبعا فيه تطبيقات كثيرة كل تقريبا تطبيقات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر عندك في الفيسبوك هنا يعني بتسهلك بدون دخولك للتطبيق التطبيق اللي ما بيظهر معاك كده تعرفوا انه غير مدعوم برضو ما تجر قبل يعني شوف بيجب لك البحث عن برنامج او شحن البطاقة الايتونز على طول اللي هي ريديم زي ما قلت لكم هي بتسهل عليكم الشيء كثير برضو فايدتها بداخل الصور مثلا عندك بدون ما تفتح الصورة بتضغط ضغط مطول عليها بتستعرض لك الصورة بتسحب على فوق بيجب لك خيارات للصورة برضو مقطع الفيديو بتقدر انك تفتحه بدون يعني بتضغط ضغط مطول عليه بيشتغل على طول المقطع وبرضو بيجب لك برضو بيجب لك خياراته على تحت فالطريقة جدا مريحة وجدا مفيدة هنا كانت شرحي اليوم لطريقة تفعيلها وطريقة الغاءها طبعا زي ما قلت لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهذه مواقع التواصل حقه والاستفسارات شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر